سيناريو محتمل لما ستكون عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله أوردته الأيكونوميست البريطانية رجحوا هجمات مكثفة بواسطة طائرات مسيرة انتحارية وانقطاع للتيار الكهرباء بشكل دائم وأكبر واب الساروخ في التاريخ التقرير يقول إن إسرائيل قد تشن غزوا بريا محدودا لجنوب لبنان وهي المنطقة التي احتلتها القوات الإسرائيلية حتى عام 2000 ولكن بشكل أبطأ وبتكلفة أعلى بكثير مما كان عليه في الحرب الأخيرة 2006 ويتباهى القادة العسكريون الإسرائيليون بأنهم يستطيعون إصابة أكثر من ثلاثة آلاف هدف في اليوم خلال الأشهر التسعة الماضية جرى إضعاف حزب الله الذي فقد ما يقرب من أربعمائة من مسلحيه والكثير من بنيته التحتية العسكرية في الجنوب وينقل التقرير عن مسؤولين في المخابرات الغربية القول إن إيران لا تعتقد أن حزب الله مستعد لحرب كبيرة التقرير يعدد تغييرات رئيسية منذ عام 2006 أحدها يتمثل في أن حزب الله حصل على مجموعة واسعة من المسيرات الإيرانية أما التغيير الثاني فيتمثل بتطور القدرات البرية لحزب الله وأخيرا باتت القوة النارية لحزب الله أصبحت أكثر دقة وفقا للأيكونوميست ووفقا للتقرير ستشن إسرائيل غارات جوية بهدف تدمير أكبر قدر ممكن من منصات إطلاق صواريخ حزب الله ومخزوناته من الأسلحة الموجودة داخل القرى ومن المرجح أن تقوم إسرائيل بالتصعيد عبر ضرب أهداف سياسية بما في ذلك مقرات حزب الله في المدن وكذلك بنية تحتية مدنية لبنانية ترجمة نانسي قنقر